دينا قالت حاجات كتيرة جدا ابن عصبي وفوضوي مش بيسمح الكلام بيتجاهل الأوامر وهل ده ليه علاقة بفرط الحركة ولا لا عايزين نتعرف من حضرتك هل فيه يعني عايزين نفك التشابك ما بين هذه المصطلحات طيب احنا بداية علشان نبقى عارفين ان الطفل عنيد في مرحلة عند طبيعية بتبقى عن سنة 3 سنين كده انه ابتدى عايز يستقل عن الأم زي ابتدى يمشي وبعد عنها هو كمان عايز يبقى ليه رأي وينفصل ومن حق انه يقول لأ زي ما هي طول الوقت بتقوله لأ ومن حق انه هو يتكلم فده عادي طول ما احنا بنعرف ننظامه ونسيطر عليه المشكلة هتبقى بقى في الأطفال اللي اللي عنده عصبيتهم زيادة عن اللزوم طول الوقت ومن غير مبررات فأسبابها بقى حاجات كتير ممكن البيئة نفسها والأسرة نفسها ان الأم عصبية وعندية او الاب عصبي وعندي والطفل بيقلد اللي هو احنا بنربي بالنمزجة فهو بيقلد النمزج اللي هو شايفه وهو بيحب بابا او بيحب ماما فهو هيبقى زيهم او بيلاقي ان الخناءة بتتحل بالعصبية فهو هيستعمل السلوك ده لانه بيحل الخناءات وده ناجح جدا في كل مرة هما بيتخنقوا فيها او يكون جو البيت اصلا مشحون وفيه خلافات بين الزوجين حتى لو ما كانش يباين ان هما بيتخنقوا بصوت عالي قدام الولاد ولكن طول الوقت هما الجو مشحون فيه مشاكل اسرية فيه مشاكل مرضية في العيلة فيه اي مشكلة عاملة ضغط عصبي على البيت كله فالحلقة الضعيفة هي اللي بتتكسر وبتتأثر زي الطفل الصغير النقطة اللي بعد كده ممكن ان هو يبقى في لفة انتباه فهو بيبقى عصبي وعينة دي عشان يلفت الانتباه لان الاب والام مجغولين ممكن يبقى مجغولين بشغلهم ممكن يبقوا مجغولين مع طفل تاني في البيت مريض فبيبقى يعني أسر كتير بتتجهل تماما الطفل السليم ويبقى كل تركزها مع الطفل المريض وتدي له كل انتباهها ففي الحالة دي هو او طفل جديد خلفه عائل جديد فهتموا به وتوجهوا ليه كلهم فتحول الولد لانه بقى عايز يبقى يجذب الانتباه بصورة جذب انتباه اهتمام سالبي اه وانا مش بيسمع الكلام عشان ياخد الانتباه ويستقف ولو لكن هاي طلع عينيهم ويزهقهم عشان يهتموا به ويبصوا عليه ويلفت انتباههم اكنك بتقول يا دكتورة ان هذا ان السبب كله بطريقة او باخرى بيرجع للاباء طبعا فيه اسباب تانية كتير فيه اسباب تانية فيه اسباب مرضية زي فيه مرض اسمه الطراب العناد الشارد فالطفل هنا في المرض ده هو عيندي بس الطراب العناد الشارد هو في المرض ده الاو دي ده الطفل مريض بالعناد هو عيندي طب وين فرق بينه وبين ال اي دي اتش دي وفرط الحركة ونقص الانتباه يعني في العيندي ده الطراب العناد الشارد هو عيندي بس احنا مشكلتنا انه ما بسمعش القواعد ولا القوانين وعيندي واندفاعي يحاول يكسر كل القواعد اللي بتتحطيه وبيحصل ده في موقفين أو أكتر ففي البيت والمدرسة مثلا وهكذا ممكن يبقى في أكثر من موقف لكن بقى فرط الحركة ونقص الانتباه ده الطفل هنا بيعاني من حاجة من ثلاثة ممكن يبقى فرط حركة بس فنشاطه كتير قوي هو مش عارف يقعد وكأنه بيتحرك بمطور فهون بسمعش الكلام عشان هو مندفع قوي وبيتحرك مش عشان هو مش عايز يسمع الكلام ولكن هو مش قادر يسيطر على اندفعيته أو أنه هو يكون عنده نقص انتباه بس فيبقى انتباهه قليل ومش عارف يطول كده مدة الانتباه معانا فالأم لو بتكلمه وبتشرح له حاجة أو بتديله أوامر أو حاجة هو فقد الاهتمام بعد أول كام ثانية وبالتالي هو مش هيستجيب أو مش هتلاقي النتيجة اللي هي عايزها لأنه ما بقاش منتبه أصلا مش عشان هو عايز يعني أو أنه يكون بقى عنده الاتنين عنده فرط الحركة ونقص الانتباه الاتنين موجودين في الطفل